ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ارتفع اجمالي عدد الحملات والزيارات التفتيشية بنسبة تجاوزت 72% لتصل الى اكثر من 47000 زيارة وحملة تفتيشية وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بعام 2022 وسنوات الماضية اذ تواصل الهيئة العمل على اتخاذ كافة الاجراءات الرامية الى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص اعدادها والاستمرار بابعاد المخالفين من العمالة الاجنبية وذلك من خلال الحملات التفتيشية نتائج الحملات التفتيشية تعتبر ثمرة الجهود المشتركة للجهات ذات العلاقة ضمن حكومة مملكة البحرين لاسيما وزارة الداخلية بمختلف اداراتها واجهزاتها الى جانب وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأمانة العاصمة وبلديات المحافظات النتائج والنسب التي كشفتها الاحصائية تؤكد استقرار سوق العمل في مملكة البحرين وتتكامل مع الجهود الحكومية لتوفير كافة التسهيلات لتوطين الاستثمارات ورؤوس الاموال المحلية واستقطاب الاجنبية إذ تأتي الغاية العليا من الحملات التفتيشية هي تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبا على السوق من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر